ترجمة نانسي قنقر سأخذكم رحلة في دماغي في الساعة الرابعة صباحاً أي شخص يعمل شغلنا لعلاقة بالكرياتيوفيتي يجب أن نفسه يعمل ماستر بيس دافينشي يرسم الموناليزا هناك شخص يقول 12 سنة و4 سنة وبعد الموناليزا اكتشفوا أن هناك نسخة الموناليزا يجب أن تظهر للشمال أو للساعة وليس تظهر بالكرياتي ودافينشي معلومة لا أحد يعرف عنه أنه كان لديه ديسليكسيا ديسليكسيا المرض يؤثر على قدرة البني آدم على الإراءة والكتابة وليس على التعلق فدخلني أفكر ما هي مكونات الماستر بيس هناك ثلاث أشياء أولاً أن يكون لديك محاولة لا يوجد شخصية تزقك لكي تعمل أو تحاول أن تظهرها في عملك ثلاث أثنين أن يكون لديك عمل كبير يعمل بمجهود وضمير طول الوقت والثالث هو الوضع وهذا شيء يجب أن تشغل كل الناس من دماغها تشعر بها وهذا ما أريد أن أتكلم به اليوم الوضع أصلاً هو أن تشغل في الآخر أنت تبقى خايف أنت لا تكون جيد بمجهود بمجهود بالشكل الكافي أو أنت خايف أن تغلط أو أنت لا توجد الأعمال الكافية لكي تنفذ أو الأجوال الذي تريد أن تصل في نوعين من الوضع كيف هذا؟ النوع الأولاني يأتي قبل الأعمال وهذا الوضع الذي يفكر فيه أي شخص أي شخص يفكر فيه الأول قف أنا جات لي فكرة فكرة جداً لا هذه صعبة أكثر مما كنت متخيل بعدها هتحتاج شغل كثير لا الفكرة جداً أنا ذهقت أجل يجب أن أرى شيئاً ثم يأتي النقطة الحمرة وهي أسود ليلة في تاريخ الكرياتيب لا أعرف لماذا؟ يجب أن أظهر على فكرة أخرى هل سلم أو لا ألحق؟ لا أعرف ثم لأسباب لديه علاقة بالشخص أو بالشخص أن أنت يجب أن تخلصها لديك لديك يجب أن تسلم فأنا سأسلم هذه العمل سأخلصها ويجب أن أكون لطيف ممكن أن أعلمت لديك لأن المشاكل بعدها ثم تخلصها يقول إنها لم تكن أخيراً أيها ليس أخيراً لكن لم تكن أخيراً لأنها ليست أخيراً الذي يأتي في وسط البركترات البركترات النوع الثاني يأتي بعد البركترات البركترات كم حد هنا عمل بروشيكت ولقى إعجاب وحس أن كل الناس تبسطت وقعت له الله شكراً جداً بعدها ثلاثة يام كنت مبسوط أو ساعدتك بالبروشيكت قلت بسرعة هايل ليس أنا الوحدي أشكركم جداً طيب هذا البركترات التي يأتي بعد البركترات في العلم في الطب النفسي يسميه post success depression المصطلح الذي اكتشفوه بعيداً على الطب النفسي اسمه arriving fallacy المغالطة في الوصول أنك تبقى فاكر أنك وصلت وأنت لسه ما وصلتش أو أنك تبقى فاكر أنك ستبسط لما توصل وما توصلش هذا مثال بسيط كما أننا هناك كثيراً كثيراً أي أم تطبخ وعندها عزومة تقعد وتطبخ وتفكر هتعمل ماذا؟ لأن هذه الأكلة تبقى أحلى فتقول لو حطيت بعض الأبوارات ستبقى الأكلة لو حطيت نقطة الليمون ستبسط أكثر هذه الأكلة لو تحمرت زيادة ستبقى أحلى وبعدين عندما نقعد لتربست السفرة هي أقل واحدة وتأكل ليس لأن القلب الأمة وكذلك لا هذا ما يحدث بالضبط في الواقع وانت تعمل على شيئاً تعمل طالما تعمل في الواقع تصور هذه الصورة وتتخيل عندما تتعلق في وتقول عندما كسب عليها الأوارد الفلانية تحاول مخك تحاول أن تقوم بوست في الواقع لكي يصبرك على هذا الواقع وحرقت كل السفرة في الواقع في الواقع لذلك عندما تخلص تشعر أنها غير غلطتها أو تشعر لا أحسن هذا هو الواقع وعندما عرفت هذا الواقع سأفعل ماذا سأخبر لكم سأخبر بعض حكاوة أكثر منها أكثر لكن يجب أن تكون متصالحاً ونعترف أنك أقصى ناقد أو أشرص ناقد لنفسك أنت الوحيد الذي ترى خروم شغلك ومشاكلها وعرف أن هذا الخط ليس ملمس مع هذا الخط فقط أنت تصالح هذا لكي سأخبر حكاوة ستوكديل بارادوكس هذا مصطلح في الطب النفسي أيضاً مبني على قصة جيمس ستوكديل جيمس ستوكديل كان أدمرال في البحرية الأمريكية وإتأثر في حرب فيتنام سبع سنين كانوا يعذبوهم كل يوم هذا الرجل بعد أن انقذوه ورجع بلده قرروا يقرروا له ماذا ماذا هو ستوكديل أو ليس ستوكديل فعملوا له التحليل نفسي لقوه ستوكديل جداً عرضوا على كل الدكاتر النفسيين أنت كنت تتعذب كل يوم أصحابك ماتوا أنت كيف ستوكديل كده فقال لهم أولاً أنا أولاً ما دخلت المتفقلين هم أول ناس ماتوا معي الناس اللي قادوا يقولوا أننا سنطلع الناس ستنقذنا جيشنا سينقذنا في التنكس جيفن وليس ستنقذنا سنطلع في التنكس والناس دي أولاً ماتت فالراجل قرر أن يقول لنفسه أنا هطلع and I will prevail يعني قوة الراجل قال أنا هطلع وهنتصر في النهاية والمعتقل ليس هيكسرني لكن يجب أن أتقبل أنه سيعذبوني كل يوم فهي يجب أن أرى حل فقرر أن يقوم قرر أن يقوم ماذا قدر أقوله وماذا قدر أقوله بترتيب أقل الأهم هو اللي تحت وليس مهم هو اللي فوق فكانوا يعذبوه وفي الآخر يريحوه يوم عندما يجبهم ومن ثم يبدأ السيكل ثاني فالبرادوكس الذي جيمس لقى هو أن أنت لابد أن تكون متقبل تماماً كل المساعدات التي ستقابلك في المشروع الذي تفعله أو في الوقت أو الظروف التي تفعلها لكن في نفس الوقت تتعلم أنها ستخلص في الآخر وأن ستنتصر أنك ستكسب هذا المثال اسمه كروس 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 مبدئاً كلمة يونانية معناها عدد تماثيل أولئي جداً لديها علاقة بأولاد الملوك اليونانيين وهي تحفة ندرة من كل كم سنة نجد منها تمثال فقال جاءت ميوزيوم لديه تمثال حد لقاه ويحاول قرروا يقومون تأكدوا أن هذا تمثال حقيقي أو حقيقي أشتر مليونان وقالوا أن تفضل تبصي على التمثال فقد دخل معاك باية القهوة أين يبني التمثال؟ هو نزل السستارة وقرر على التمثال فقال وقام ماشي فالتحفة فأنت تفتحت الشنطة لم تظهر أي أدوات تتستيبه بها التمثال وقام ماشي فأخذ واحد يفهم أكثر فالتكنيك المتعرفة أن تحفر من قاعدة التمثال يأخذوا مكعب 2 سنتي في 2 سنتي من الرخام عينة يحللوها وبالكاربون ديتا يقدروا يعرفوا هذا التمثال لذلك فقالوا الرجل الثاني قالوا تمثال 100% فشكوا قالوا أكيد نجيب واحد ثالث نتطمن هذا الموضوع وجدوا أن هناك مغلطات في الأختام وفي تواريخ ليس مظبوطة فقالوا 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 هذا الرجل أخذ مكعب ثاني من أعمق من قبله وحللوا قالوا هذا التمثال عمول من 10 سنين فقالوا 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 الرجل في الأول فقالوا قالوا كنت عارف أن التمثال من غير ما حاولت حتى تقرب بالعدسة فقالوا أن تقرب ما حاولت بالعرب ما حاولت ما حاولت هو الرجل كان لديه قائل للتمثال هذا لدرجة أن الرجل قالوا ما بالضبط؟ قالوا هذا الرجل هو أكثر 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 تقلع والذي يموت كانت أزمة بالنسبة لك في الوقت كان هناك شركة منافسة اسمها باكرد موتورز باكرد موتورز استغلت هذا الموضوع بشكل مرعب لدرجة أنهما كانوا يدفعوا رشاوي لكتاب الروايات والمصرحيات لكي يقولوا أن البطل كان ركب عربية كانت لك وانتحرقت بي فكانت لك تجنين وصلحوا العيب وعملوا يعني يطوروا العربية وستعايزين يصلحوا الامج فأذهبوا لثيادور ماكمانوس كان وقتها رجل أعمال وكان رجل معروف في السوق وكان صايلان بارتنر فقال لهم سيبوا لي سننزل الإعلان في جورنون مسائي شيء ليس مهم هذا الإعلان ليس لديه صورة العربية ونكتب به هذا هذا موضوع أحد يمكن تعرف محتوىها عقوبة الرياضة ملخص في هذه المقالة أن لكي تكون رائد في مجالك تتحمل أن الناس ستجتمك والناس ستقول الكلام وحش والناس سترى غير الحاجات الوحشة التي تفعلها ويضرب مثال بين أول قارب بخاري في لندن الناس سفروا من العالم لكي ترى أول قارب بخاري وهناك ثلاثة أربعة وقفوا على الكورنيش يقولون ما يستطيع الوحشة لذلك لا يوجد فرق لنا لدينا استعداد لكي تحمل هذه المقالة لأن في الآخر ما يستطيع حيث حيث هذه الآخر جملة حيث أن باكارد موتورز بعدها قفلت وشتريتها شركة أخر اسمها هولت وبقيت هولت باكارد باكارد لكن لحد النهاردة كاد لك لسه موجودة وعربية بنفس قيمتها بالتأكيد لو أريد أن أقوم بسرعة يجب أن تكون مصدق جدا أن أن أقصى واحد سينقوط لك يجب أن تستطيع المساعدة التي ستمر بها في الواقع يجب أن تصق في الإنتوائش والحاجة الثالثة أن في الآخر ما يستطيع حيث حيث لو شغلك حلو سيعيش شكرا شكرا